اهلا وسهلا طباط التضخم في امريكا لمستويات 3% للمؤشر الرئيسي و 4.8% للمؤشر الاساسي اعطى الاسواق السبب لا تتوقع باقتراب نهاية عمليات رفع الفائد الاسواق وضعت احتمالية رفع الفائد لمرة واحدة حتى نهاية العام في اجتماع الشهر الحالي بنك كندا رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس لمستويات 5% بينما بنك نيوزيلندا اختارت توقف عن رفع الفائد عن مستويات 5.5% بينما الاجور في بريطانيا وصلت لمستويات 6.9% اعطت المزيد من الفرص لعمليات رفع الفائد مستقبلا كان انعكاس الاخبار على التحركات السعرية بشكل قوي في جلسة الاسبوع فمؤشر الدولار انخفض دون مستويات 100 واقترب من مسح كل ارباح المحققة من بداية دور التجديد السياسة النقدية الدولار الاسترالي سجل اعلى اسعاره من 4 اسابيع الدولار الكندي سجل اعلى اسعاره في 43 اسبوع اليورو سجل اعلى اسعاره من فبراير 2022 والباوند عند اعلى اسعاره من ابرل 2022 الفضاء ضربت اعلى سعر من شهرين والذهب كذلك سجل اعلى سعر من شهر على المستثمرين متابعة عدد من الاحداث المهمة في جلسة الاسبوع القادم أولا مع قراءة التضخم من كندا والمتوقع فيها تباطئ التضخم من مستويات 3.4% واللي رح يفتح الباب طبعا للنقاش لتوقف بنك كندا عن عمليات رفع الفائدة ثانيا قراءة التضخم من بريطانيا واللي متوقع أيضا أنها تتباطئ فيها التضخم لمستويات 8.2% من 8.7% واللي هو تواطئ غير كافي على ما أعتقد للتفكير ببدء التوقف عن عمليات رفع الفائدة ثالثا وأخيرا مبيعات التجزئة من أمريكا واللي بتعكس إجمال المبيعات على مستوى الأفراد فكلما ضعف الرقم بيكون تأثيره أفضل على التضخم ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم بداية مع الذهب يتداول الذهب حاليا عند مستويات 1955 أدنى مستويات المقاومة السعرية 1971 إلى المنطقة بشكل كامل من 1971 إلى 1981 حيث مستويات الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة المكسورة سابقا ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 1971 قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1931 ثم مستويات 1913 بالنسبة للدهب بشرط طبعا ثبات التداولات السعرية أدنى منطقة المقاومة السعرية 1971 إلى مستويات 1981 ننتقل لليورو تداولات سعرية بالنسبة لليورو إيجابية في جلسة الأسبوع الماضي مستويات 1080 كانت مستويات دعم سعرية أو مقاومة سعرية تم اختراقها لتتحول لمستويات دعم سعرية فثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 1080 قد يدفع اليورو للاستمرارية الميل الصعودي نحو مستويات 1335 ثم 1445 بالنسبة لليورو بشرط طبعا ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 1080 ننتقل لتحليل الباوند الكابل أيضا تداولات سعرية إيجابية تداولات حاليا أعلى مستويات الدعم السعري 2870 على المدى المتوسط أعلى مستويات 31 مستويات تعتبر دعم إيجابية دعم جيدة دعم نفسي للكابل قد يدفع الباوند لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 31-32-30 ثم الواحد 33-30 طبعا بشرط ثبات تداولات السعرية أعلى مستويات الواحد 30 بالنسبة للباوند ننتقل لاليان تداولات سعرية سلبية للدولاريان في جلسات الأسبوع الماضي ست جلسات يومية متتالية هابطة عند الاستضام بمستويات الموفينج أفرج 200 مستويات دعم أيضا سعري اختبرها الزوج عدة مرات في السابق فثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الـ 137-60 قد تدفع لين مرة أخرى لاختبار مستويات الـ 140-80 ثم الـ 142-40 طبعا شرط أساسي للميل الإيجابي هو الثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الـ 137-60 بالنسبة للين ننتقل لتحليل الأسترالي الأسترالي حاليا عند مقاومة سعرية متحركة متمثلة بخط الاتجاه الهابط فإمكانية تشكيل الركيز الثالثة لمستويات الترند الهابط أو خط الاتجاه الهابط وارد فلذلك إمكانية الميل السلبي لاختبار مستويات 67-90 ثم 67-40 واردة ثم العودة لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 68-50 ثم 69-30 بالنسبة للأسترالي طبعا شرط أساسي لتشكيل هذا الميل الهبوطي استمرار تداولات السعرية أدنى خط الاتجاه والميل الإيجابي مشروط بثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 67-40 بالنسبة للأوزي الأسترالي ننتقل لتحليل النفط النفط كنا قد تحدثنا عن المستهدفات نحو مستويات 77 سابقا اختبار مستويات الموفينج أفرج 200 اليومي لحتى الآن يشكل ميل هبوطي النفط خام غرب تكساس إمكانية الهبوط بشرط ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 77-40 لاختبار مستويات 73-95 ثم 72-80 طبعا في حال اختبار مستويات 72-80 وتشكيل سلوك سعر إيجابي قد نعود الارتفاعات إلى مستويات 75 ثم 77 مرة أخرى بالنسبة للنفط طبعا الشرط لتشكيل هذا الميل الهبوطي هو ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 77-40 نختتم مع الداو جونز الداو جونز كنا تحدثنا عن المستويات سابقا كما زي ما ملاحظين معاي لحتى الآن خامس جلسة أسبوعية تداولات ضيقة بالنسبة للداو جونز شموع متتالية إيجابية ثم سلبية ثم جلسة إيجابية ثم سلبية ثم جلسة إيجابية فلذلك إمكانية تشكيل الميل الهبوطي للداو جونز بشرط ثبات التداولات السعرية أدنى الـ 34640 للعودة لمستويات الـ 34000 ثم 33650 طبعا شرط ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات الـ 34640 في حال اختراق مستويات الـ 34640 قد نعود للانطلاق الإيجابي بالنسبة للداو جونز نحو مستويات الـ 35120 ثم مستويات الـ 35600 بالنسبة للداو جونز طبعا ثبات التداولات السعرية أدنى الـ 34650 شرط أساسي لتشكيل الميل السلبي اللي تحدثنا عنه تداولات موفقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر